شيء بالشيء يذكر سعاد سفيرنا بنتكلم عن الضحايا احنا سمعنا ان هناك خسائر مادية ولكن بنتكلم عن الارواح رحمة الله عليهم هل عندكم احصائية عن العدد؟ اخر احصائية تشير الى 11 شخص متوفى بالاضافة الى تقريبا 4 او 5 مفقودين لكن لربما يكون في التطورات خلال الفترة القادمة لانه ما في حصر دقيق لحد لانه بعض المناطق ما امكن الوصول لها لانه نتمنى انه يكون العدد كذا ما يكثر ان شاء الله نتمنى اكيد في هذه الاوضاع شوية صعب البحث عن هذه المفقودين الا بعد ما تهدى العصير دكتور احنا سمعنا ان هذا العصار مسمى بشاهين يعني معنى شاهين او كيف اتت هذه التسمية على هذا العصار في الواقع هي كل دولة تقترح اسماء معينة وهناك منظمة دولية معنية بمتابعة الانواء المناخية فيتم اطلاق الاسماء بشكل دوري كل دولة تقترح مجموعة من المسميات وطبعا معروف يعني تشكل الاعاصير في المحيطات والبحار هذه ظاهرة متكررة البعض منها يتطور الى حالة يعني مؤثرة والبعض من الاعاصير يتلاشى ما يوصل للبر يعني فهذا يبدو عليه تقليد موجود كل بلد تقترح مسميات وطبعا الاقتراح هذا يمر على كل دول منطقة واعتقد ان المسمى من دولة قطر كان مقترح اسم شاهي بدايته كانت من دولة قطر طيب سات سفير ذكرت وتفضلت قبل شوي انه مو الاول ولكن قد يكون الاقوى او الاشد هي طبعا شدة الاعاصير متفاوتة هذا الاعصار اكيد كان قوي ومؤثر لكن في 2007 كان اعصار قونو اعصار قونو في 2007 يعني كان اشد يعني دمار كبير بمنطقة واسعة ايضا في عمان اعصار يعني اعاصير اخرى غير القونو مثلا اعصار فيه بس هذا ايضا متعب ومؤثر طبعا بشكل كبير